هذا وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيد تنصيق المواقف العربية الجماعية تجاه الأزمات خاصة الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن التحرك العربي الجماعي تجاه تلك الأزمة دلالة مهمة على عمق التنصيق العربي تجاه واحد مما وصفه بأخطر التحديات على الصعيد الدولي إننا في المنطقة العربية ننظر إلى ما يجري على الساحة الدولية من تغيرات وتطورات من زاوية رئيسية هي المصالح العربية كيف نصونها ونعززها وندافع عنها ومن هذا المنطلق ووفق تلك الرؤية جاءت المواقف الجماعية من الحرب في أوكرانيا وأعتبر أن التحرك الجماعي العربي تجاه هذه الأزمة الدولية الخطيرة بما في ذلك الزيارة التي قامت بها المجموعة الوزارية لطرفي الأزمة فضلا عن استقبال ممثلين على أعلى مستوى لكل الطرفين هنا في القاهرة في الأمانة العامة للجامعة للاستماع إلى وجهات نظر الطرفين أعتبر أن هذا التحرك دلالة مهمة على عمق التنسيق العربي تجاه واحدة من أخطر التحديات على الصعيد الدولي ترجمة نانسي قنقر